بالنسبة لي وبالنسبة لكم وبالنسبة لأي مصري ميار شريف ما تقلش أبدا عن محمد صلاح ليه ما تقلش عن محمد صلاح؟ عشان هي بتشرفنا كل يوم بتعمل إنجازات كل يوم بتعمل إعجاز كل يوم بتخلينا نشوف اللي عمرنا ما شفناه بالضبط اللي بنقوله على محمد صلاح نقوله على ميار شريف عمرنا ما كان عندنا حلم إنه عندنا بطل عظيم في التنس عمرنا ما كان عندنا حلم ان يوصل لنا لاعب او لاعبة في التنس في البطولات الكبرى في ادوار متقدمة عمرنا ما كانش بيجي في بالنا ما كانش بيجي في خيالنا لكن الان هناك وكلات انباء عالمية وقنوات كبيرة وجماهير تتحدث عن المصرية مايار شريف اللي وصلت الى الدور الثاني من بطولة رولانجاروس بطولة فرنسا المفتوحة عشان تكرر انجازها لما صعدت للدور الثاني في بطولة استراليا المفتوحة دي البطولات الكبيرة في التنس هم 4 بطولات كبرى في التنس في بطولة زي دي وفي رولانجاروس وطبعا بطولات كبيرة وعظيمة طبعا منهم ومبلدون كمان من البطولات الرائعة احنا دائما كنا نفرج على التنس ده ايه شتيفي جراف اجاسي طبعا فيدرل ونادال طبعا الاختين فينوس وسينا ويليامز نسمع اسماء عالمية كبيرة لكن احنا ما كنا بعيد عن اللعب مايار شريف خلتنا نعرف ان احنا ممكن نعمل حاجة عظيمة نهاردة مايار كسبة الاوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين دون رد المجموعة الاولى كسبتها ستة تلاتة والمجموعة التانية كسبتها سبعة خمسة عشان تسعد مايار شريف الى الدور الثاني دور الاربعة وستين من بطولة رولانجاروس هتلعب المباراة اللي جاية غالبا مع واحدة اوكرانية برضو بس تصنفها متقدم شوية عن مايار شريف ان شاء الله مايار تعمل في المباراة دي شغل عالي اداء رائع يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله وتسعد لدور متقدم اكتر في هذه البطولة الكبيرة ربما الاكبر في بطولات التنس الكبرى تحية المايار حبيت ابدأ الحلقة النهاردة المايار عشان بالنسبالي القصة مش قصة كورة ولا قصة رياضة اي رياضة وخلاص قصة المثل والنموذج اللي بيشرف مصر في كل حتة في العالم دي الحاجة اللي نبدأ بيها الحلقة دي الحاجة اللي نقول بيها ايوة دي بالنسبالنا رقم 10 احنا لما اعملنا البرنامج ده وسميناه رقم 10 بالنسبالنا كل الابطال رقم 10 لو رقم 10 ده شايفينه هو افضل حاجة في كرة القدم فرقم 10 بالنسبة بالنسبالنا هنا في البرنامج هو كل بطل مصري حق انجاز كبير فهي بالنسبة لنا رقم عشر هي صنع الألعاب هي اللعبة الحريفة هي اللعبة الأسطورية هي اللعبة اللي بتصنع تاريخ ميار شريف كل التحية حبيت أبدأ بيها عشان نقول لها احنا بنسندك في ظهرك شايفينك وبنشجعك مش مشغولين بالكورة مش مشغولين بحاجات أخرى غير أبطالنا المصريين الكبار